الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح منظومة التمويل الدولية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء لبحث التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية بمشاركة القطاع الخاص لسيما في قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباسيانو كورنو تناول اللقاء الأوضاع الإقرامية وبالأخص التطورات في قطاع غزة حيث تم تأكيد أهمية تجنب تساعد دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكتفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة فضلا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعاية الأجانب من جانبه تمنى الوزير الفرنسي الجهود المصرية المتواصلة وأشاد بالدور المحواري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين أدهنت مصر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة والذي أدى لوقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية وطلبت الخارجية في بيان لها الأطراف الدولية بضرورة الإطلاع بدورها في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وضرورة امتثال إسرائيل لالتزامتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى هدن عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات وجاء التصويت بأغلبية 12 صوتا مع امتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت وبحسب مصادر دبلوماسية فإن مشروع القرار خفف مضمون القرار من الطلب إلى الدعوة كما خفف من المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين إلى الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه كان يفترض بمجلس الأمن أن يدعو إلى وقف إطلاق النار منذ فترة طويلة وأضاف منصور في كلمة له في مجلس الأمن أن الخارجية الإسرائيلية رفضت قرار مجلس الأمن وقالت إنها لن تطبق وستستمر بمسارها الحالية مشيرا إلى ضرورة رد مجلس الأمن على القرار الإسرائيلي وقال المندوب الفلسطيني إن القرار لم يد قتل إسرائيل 11 ألف فلسطينية معظمهما من المدنيين لما في ذلك خمسة ألاف طفل فلسطيني أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر جرافات في مستشفى الشفاء بعدما نفذ عملية عسكرية في المجمع الطبية وقالت الوزارة في بيان إن الجرافات الإسرائيلية قامت بتجريف أجزاء من المدخل الجنوبي قرب مبنى الولادة بالمستشفى من جهته قال جيش الاحتلال إنه نفذ عملية في المجمع الطبية ووفق الأمم المتحدة يوجد في المجمع الطبية نحو 2300 شخص بين مرضى ومقدم رعاية صحية ونازحين قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلية بنيمين نيتانياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأن احتلال غزة سيكون خطأ كبير هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن الغالات المكثفة والقصف المدفعي المتزامن على أنحاء متفرقة من قطاع غزة حيث استشهد وأصيب العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء جراء تلك الغرات التي استهدفت منازل وبنايات سكنية استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي وفدا من مشايخي وعواقل شبه جزيرة سيناء خلال اللقاء أكد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي أن القبائل والعائلات العربية مكون أساسية من مكونات المجتمع المصري وأوضح المستشار محمود فوزي أن الحكومة نفذت المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء والممتدة حتى عام 2030 وذلك في قطاعة الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات وغيرها في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية ودعما وتشجيعا للعملات الانتخابية قررت المتحدة للخدمات الإعلامية بكافة وسائلها منح كل مرشح رئاسي عدد مئة دقيقة إعلانية بالتساوي وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة كما قررت المتحدة بأن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات ويتم إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين